أكدت مملكة البحرين همية تنفيذ قرار إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى صادر عن مؤتمر مراجعة مع معاهدة عدم الانتشار عام 1995 جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير جمال فارس الرواعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك في المناقشة العامة للدورة الرابعة لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن الأسلحة النووية وأكد المندوب الدائم أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها يتنافى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني لسيما وأنه من الصعب احتواء القوة التدميرية لهذه الأسلحة وجدد السفير تأكيد مملكة البحرين على حق جميع الدول في الانتفاع من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والمجالات العديدة لتطبيقاتها وأضاف المندوب أن وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت نووية خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعيق الوصول نحو الهدف الذي تنشده المنطقة ويهدد السلم والأمن الإقليبيين والدوليين مؤكدا أهمية الالتزام بمبدأ الشفافية في عملية تطوير برامج الطاقة النووية السلمية وأن تكون عملية التطوير على أساس الاحتياجات المنطقية وأعرب السفير عن تطلع مملكة البحرين إلى أن يواصل المؤتمر في هذه الدورة البناء على المناقشات البناءة التي جرت خلال الدورات السابقة ترجمة نانسي قنقر